بسم الله الرحمن الرحيم الشعب العراقي العظيم العراقيون في كل مساحات الوطن العراقيون أينما كنتم وحيثما حللتم الصابرون الصامدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرفع عليكم اليوم أسمى التهاني بمناسبة حلول عيد الفتر المبارك داعينا المولى العزيز الجليل أن يعيده على شعبنا بالعزة والكرامة والازدهار والأمل والانتصار على كل التحديات التي تصدى لها شعب العراقي بوطنية ومسؤولية كبيرة إن بذرة الحضارة التي غرست هنا على هذه الأرض المقدسة وامتدت إلى كل البقاء إلى كل بقاء الأرض ما زالت يانع في قلب كل عراقية وكل عراقي أنتم بنات أمة وورثة معاني الهوية والأصالة والتسامع أقف أمامكم اليوم بعد عام من أداء اليمين رئيسا لمجلس وزراء لكي نتباحث معا بشفافية في بعض ما واجهنا معا من تحديات خلال عام منصرم وكيف تعاملنا مع المسؤولية الملقات على عاتقنا في مرحلة انتقالية معقدة ومفصلية من تاريخ العراق الحديث ابتداء نقول إن الحكومة التي تشرفت بتولي رأستها ولدت في ظرف استثناء خطير كان العراق يقف به على مفترخ طرق جرى إزمة اجتماعية حادة ومصيرية وإزمة كانت في الواقع نتاج طبيعي وحتمي لسوء الإدارة وغياب الإرادة الحقيقية للتغيير والتطوير إن مهمتنا الأساسية هي إجراء انتخابات نزيها عادلة تنسج معراضة شعبنا وقد حددنا العاشر من تشرين من هذا العام موعدا نهائيا لهذه الانتخابات وسنسخر لذلك كل الجهود والإمكانيات قدمت حكومتي كل الدعم لنجاح الانتخابات ولمفاوضة الانتخابات إن قوانا وحزابنا السياسية الوطنية العراقية العزيزة مدعوة إلى استحضر جوهر هذا الوطن والتكاتف معا لحمايته وتجاوز أخطاء السنوات الماضية من خلال نشر مبادئ التسامح والتعايش والتعاون والمنافسة الشريفة لإنتاج انتخابات تليق بالعراق وبالعراقيين إن القوة التي قارعت أقصى ديكتاتورية بالعصر الحديث جديرة بدون شك على أن توفي بهذه المسؤولة التاريخية في هذه المرحلة الحارجة من تاريخ العراق كما أن شعبنا العظيم بكل فعالياته الاجتماعية والشبابية والتشرينية والدينية والثقافية مدعوة إلى دع المشاركة بكل قوة في الانتخابات القادمة وإنجاح أهدافها النبيلة ومن جانبنا أوفينا بعهدنا أمام شعبنا العظيم بالإعلان بعدم مشاركة شخصيا في الانتخابات أو دعم حزب أو طرف على حساب الطرف الآخر وسنقوم بدوننا في حماية العملية الانتخابية القادمة بكل قوة إن شاء الله شعبنا العزيز رغم التحديات جاهة كورونا في كل أنحاء العالم حققت هذه الحكومة تقدما في السيطرة على الوباء من خلال سلسة من الجراءات القاسية لتقليل عدد الإصابات وتقديم أفضل دعم وتم توقيع اتفاقيات لشراء اللقاحات والمضي باستكمال عادة بناء المستشفيات المتوقفة في عموم المحافظات منذ أكثر من عشر سنوات لقد عزت الحكومة العراقية خلال عام الماضي سيادة الدولة وحصل السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وعدت ثقة بينها وبين المجتمع للتصدي لدورها في مواجهة إرهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة المنظمة وقد حققت قواتنا البطلة تطوراً لافتاً على صعيد مواجهة جيوب تنظيم داعش الإرهابي ونجحنا بقتل الإرهابي الذي يسمي نفسه والعراق ونائب الخليفة المكنة أبو ياسر عيساوي وقتل نائب والي داعش في العراق ومنسق عمليات داعش في سوريا والعراق وعازمون على تجفيف منابع الإرهاب وتكريس الاستقرار من خلال سلسة عمليات سيتم إطلاقها لمواجهة جيوب داعش وذيوله وخلال العام الماضي أيضاً تصدد قواتنا البطل لاستلاحي من فلت والجماعة الخارجة على القانون التي تطلق الصواريخ العبثية على البحثات الدبلوماسية والمؤسسات الوطنية العراقية ولدينا اليوم مئات المحتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي رعبت أهلنا في البصرة للسنوات الماضية ومنفذية عمليات الاختيالات بالإضافة لعمليات المخدرات والعصابات والسلاح وبهذا الصدقول ما زال هناك من يحاول التنمر على الدولة مستغلاً ظروف العراق الاستثنائية للتلويح بجرع عراق إلى الدم والحرب الأهلية ولكن يجب أن يعرف الجميع أن التنمر على الدولة ليس بلا ثمن سواء اليوم أو غدا وأن حقوق الدولة لا تسقط بالتقادم وسوف يجد كل من يعتقد أنه أقوى من الدولة نفسه مسائلاً أمام القانون مهما كبر شأنه أن قتلت الناشط الشهيد إيهاب الوزني في كربلاء المقدسة سيواجهون المصر الذي واجهه وقتلت الشهيد أحمد عبدالصمد في البصرة وباقي الشهداء بما أجرموا بحق شعبنا وشبابنا أهل العراقيون في مناسبات وأحداث واجهنا معاً خلال هذا العام الكثير من التحديات لكن الحكومة أثبتت أثبتت على عهودها لكم بأنها لن تسمح بالاستخفاف بالدم وعرض نتائج لجان التحقيق التي شكلت في بعض الأحداث المؤسفة وهناك لجان التحقيقية ما زالت تعمل بلا كلل في قضاء الاختيارات الجرامية التي وقعت خلال عام الماضي لقد عملت حكومة حالية على ترسيخ مبدأ الإعلان عن نتائج التحقيق بموعدها المحدد وإبعاد التسويف الذي كان ملازماً لتشكيل الجان في السنين الماضية وأعلن عن نتائج الكثير من التحقيقات خلال مدد المحددة واتخذنا إجراءات بعضها إدارية وبعضها الآخر أحناه للقضاء وماضون ماضون بهذا النهج ولن نتراجع عنه أبداً كما شكت حكومة فرق تقصي عن الحقائق على أعلى المستويات من قضاء السابقين ما زالت تجمع البيانات والشهادات حول أحداث تشريين من عام 2019 المؤلمة وسوف تعلن نتائج عمل هذه اللجنة فور صدورها وفي هذا الوقت اتخذ الحكومة أدت إجراءات للتعاطي مع تداعيات تلك الأحداث مثل إفراج عن جميع المحتجزين بسبب التظاهرات لأن التظاهر حق دستوري واعتبرنا الضخايا في ساحات احتجاهات شهداء وتم ضمان حقوقهم كما أطلقنا مشروعاً للحوار الوطني الشامل يشمل متظاهرين ويثبت مطالبهم مشروعة مثل ما يشمل القوى السياسية والفعاليات الشعبية شعبنا الكريم العزيز في ملف مكافة الفساد كان هناك قبل هذا العام أقوال أقوال فقط حتى مجيها الحكومة التي تعهدت أمام الشعب بالأفعال وفعلت ولم تتوقف رغم كل العلاق التي وضعت أمام لجنة مكافة الفساد ورغم كل حملات دعائية مدفوعة الثمن التي انطلقت لتشويه هذا الواجب الوطني أقول وليسمع الجميع إن ما فعلناه خلال عام واحد من مكافة الفساد يساوي فعلياً ما أنتجته كل الجهود بهذا الصدد أكثر من نصبه طاعة السنة الماضية الدولة لا تنسى دينا يعني يروح الكاظ وميجي غيره الدولة ما تنسى دينار وكل دينار يسرق من أموال الشعب العراقي راح يرجع اليوم رجعنا جزء وباشر باقي هذا أمر لا مساوم عليه ولا مزايدة وكل من يحاول مزايدة سوف يكشف نفسه أمام الشعب وأمام التاريخ والتاريخ والشعب لا يرحم أهل الأحبة التزمت الحكومة بمساعدة النازحين على العودة لديارهم وانهى مشكلة النزوح الداخلي بشكل كبير واغلقنا خلال عام واحد أكثر من تسعين مئة من مخيمات النازحين على مستوى العراق ودعمنا النازحين في العودة الطوعية إلى مناطقهم لقد أقسمنا على عراق أن يكون فيه جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات لن نسمح بتصنيف عراقي على أساس دينهم أو مثهبهم أو خويتهم ووفينا بالقسم وسوف نكمل ما بدأناه مهما كانت التحديات قمنا برعاية اتفاقية سنجار التي عززت مسؤولية الحكومة الاتحادية لأهلنا اليزيدين في سنجار على المستوى الإداري والأمني وبما يسمح بإعادة أهلنا النازحين في سنجار إلى مدينتهم كما عززنا التفاهم الإيجابي من الحكومة الاتحادية وحكومة تقليم كردستان تمهيداً لحل المشكلات العالقة تحت ظل الوطن الواحد والمصير الواحد أعزائي عندما تشكلت هذه الحكومة قبل عام من اليوم كان العراق يمر بواحدة من أخطر التحديات الاقتصادية ووجدت الحكومة نفسها أمام واقع نقص الموارد وفراخ الخزينة والاحتماد الكامل على النفط ضمن هذه التحديات أطلقنا مشروعاً إصلاحياً هو الورقة البيضاء وقدمنا مشروع الموازن عام 2021 بخطة طموحة للتوسيع وتنويع الاستثمار وتفعيل مشروعات المتوقفة وقررنا سحب أي استثمار لم تنجز عماده ومنحه للمستثمرين القادرين على العمل كما بدأنا في أعداد موازنة للسنوات 2022-2024 أحباي في كل عراق وحيثما رفع العلم عراقي عالياً عندما نتحدث عن دور عراقي أساسي على المستوى الأقليمي والدولي لتهديات الأزمات والاختناقات السياسية وتكريس التعاون بدلاً عن الصراع فنحن ننطلق من إيماننا بوزن العراق ودوره التاريخي وعلى هذا الأساس وضعنا مساراً جديداً للسياسة الخارجية يكون فيه العراق مبادراً قلنا قبل عام بصوت مرتفع أن العراق أولاً وفهم الجميع أن العراق يرفض أن يكون ساحة للمنازعات قلنا أن كرسي العراق الإقليمي لا يمكن تقزيمه ولن يجلس فيه أحد سوى العراق وأن العراق لن يرتدي إلا ما يليق بشعبه ومقاسه التاريخي النسبة عراق أكبر بكثير من أن يكون حديقة خلفية لأحد أو ملعباً لمغامرات أحد بل عامل سلام واستقرار للمنطقة والعالم عملت بغداد التاريخ والكرامة وبإسم الشعب العراقي خلال هذا العام للبحث عن نقاط التقاء وتوازن في المنطقة لتأسيس واقع يحل فيه التكامل والتعاون الأقليمي محل التناحر نفتخر بالتطور الكبير لعلاقاتنا مع الأردن ومصر والسعودية والإمارات وكل دول الخليج العربي وإيران وتركيا ولبنان وسوريا وجميع دول المنطقة المحبة للسلام كما كان نجاح زيادة الحبر الأعظم قداست البابا فرانسيس للعراق في آذار من عام 2021 انعكاساً لهذه السياسة كما نفتخر بموقعنا اليوم داخل المجتمع الدولي وعلاقاتنا متميزة مع الدول الأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وقد احتفظنا بموقف عراق التاريخ الحاسم الداعم للقضية الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية بكل أوجه التحدي وفي هذا السياق نؤكد موقف عراق الرافض وإدارة اعتداءات الإسرائيلية الجبانة على أهلنا الفلسطينيين العزل في القدس وغزة هذا الشعب الذي يعانى أقصى ظلم شهد التاريخ الحديث ويستمر بإعطاء العالم كله دروس للصمود والإصرار والثبات على المطالب المشوعة إن حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها المواثيق الإنسانية والأخلاقية والدولية تعيش في وجدان كل عراقي ولا يمكن التفريط بها وخصوصا حق القدس العاصمة التاريخية الأبدية لدولة فلسطين إن السياسة الانفتاح والاعتدال مع كل دول عالم التي تمنتها هذه الحكومة انعكست على عادة فتح معبر عرعر الحدودي مع السعودية المغلق المغلق منذ عقود واستعداد الشركات السعودية والإماراتية والخليجية للاستثمار في مختلف القطاعات في العراق وكذلك وصلنا إلى المفاوضات مع الجمهور الإسلامية لبناء خط سكك حديد بين البصة والشلامشة وصلنا إلى مراحل النهائية حاليا ووقعنا 15 اتفاقية ومذكر التفاهم مع الأردن ومصر حول الطاقة وخطوط النقل فضلا عن توقيع عديد من اتفاقيات مع تركيا في القضايا الأمنية والاقتصادية والاستثمارية وتوقيع كثير من اتفاقيات ومذكر التفاهم مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإعادة تهيير وبناء الطرق ومطارات وخطوط جديدة للسكك الحديدية وكذلك تفعيل التفاهمات في الاتفاقيات الصينية لتطبيق على أرض الواقع أبر سلسة مشاريع للمنى التحتية وتوقيع عقود مع شركات أمريكية كبرى لاستثمار في العراق وفي الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أثبتنا أن الحوار والصراحة والطرق المباشرة أكثر جدوى من العناد والتعنت والفوضى وحققنا خلال ثلاثات جلسات من حوار خطوات متقدمة لخروج ما تبقى من القوات القتالية التحالف الدولي من العراق وتكريس التعاون في كل مجالات ومن ذلك التدريب والتهيل ونعد لجولات قادمة للجانة العسكرية الفنية لوضع العطر الزمنية والفنية تحقيق ذلك أهلي وأحبتي قبل عام من اليوم وفي خطاب تكليفي لتشكيل حكم قلت لكم علينا أن نعمل معا لنستعيد عراق من الإزمات والنزاعات والحروب العبثية وعلينا أن نثبت أمام التاريخ أننا نليق بالعراق بالأفعال لا بالأقوال وبعد عام أقول لكم كانت محنة كبيرة نجحنا معا في تجاوز مخاطرها وعلينا أن نكمل سوية المشوار لنصنع العراق ونضع العراق على الطريق الصحيح أن الدول تقوى بتكاتف شعبها وقواها الوطنية ونخبها ونأدعوكم اليوم إلى استحضار روح العراق والتضامن معا لحماية وطننا ومنح شعبنا الأمل الذي يستحقه بعراق مستقر ومزدهر وموحد شعب العراق أنتم درة الزمان وعنوان الأمل أنتم ذاكرة المجد ومعنى الكرامة والقيم العالية سلام عليكم يوم صبرتم ويوم انتفطتم ويوم انتبسكتم بحقوقكم في مستقبل يليق بكم وبيبنائكم سلام على المرجع الرشيد التي صادت العراق يتقدم سماحة السيد السستاني سلام على المرأة العراقية العظيمة على كل أم وزوجة وابنة وحبيبة سلام على رجال العراق شبابهم وشيوخهم وهم ينتنزعون المستقبل سلام على كل طفلة وعلى كل طفل نستلهم منهم امتسامتهم قيم الحياة سلام على العراق والرحم والخلود وشهداء العراق عاش العراق عاش العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته